اشتركوا في القناة حسام لوقا ورئيس جهاز المخابرات التركي حقا في دان جرى خلاله بحث جهود محاربة الإرهاب ومسألة اللاجئين لا إمكانية لضمان أمن الحدود إلا بين دولتين ومؤسسات الدولتين الأمنية والعسكرية وهذا الأمر كان محققا قبل طورط الحكومة التركية في الحرب على سوريا قضية العلاقة مع سوريا انتقلت من النقاش الحزبي الداخلي الانتخابي إلى قضية أمن قومي تركي ولهذا نلاحظ أن رئيس الاستخبارات التركية ووزير الدفاع هما الذان يتوليان إدارة هذا الملف أي أن القضية لم تعد قضية حزبية من يقترب من سوريا أولا أصبحت مصلحة أمن قومي عليا للدولة تركيا القلقة على حدودها الجنوبية من خطر الجماعات المسلحة وصفت بدورها الاجتماع بالبناء مؤكدة ضرورة استمرار الاجتماعات الثلاثية فيما أكد وزير الدفاع التركي خلوسي أكار احترام تركيا وحدة أراضي سوريا موضحا أن هدف بلاده هو محاربة الإرهاب هناك الحقيقة كثير من الأمور إذا حللناها يجب أن نقر بأن هناك لا تغير بالنسبة للحكومة القائمة ربما المعارضة كانت واضحة أكثر قالت أن خلال سنتين سأعيد كل العلاقات مع سوريا وأعيد من يريد أن يعيد أن يعود إلى السورية يعني أسوأ من ذلك ماذا سيحصل؟ الاجتماع الأمريكي تدعم قصر تدعم بيكاكا والحزبان الكردستاني تركيا بعد ذلك ستقول لها أنا لا أستطيع المنطقة أو الأمن القومي التركي أصبح في قطر وعندما أصبح هذا الأمن في قطر لن تستمع إلى هذه القضية اجتماع استثنائي في الشكل والمضمون لم يأتي حتما ولد الصدفة فاللقاءات بين رئيس جهاز المخابرات التركية حقان في دان ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك في دمشق تكررت مؤخرا وسعت لتمهيد الطريق لجلسات على مستوى أعلى على وقع هذه اللقاءات برزت رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلقاء نظيره السوري بشار الأسد مستندا إلى ترحيب وتشجيع روسيين وفي انتظار حصول هذا الاجتماع تتجه الأنظار إلى واشنطن التي قد تحاول عرقلة هذا المسار الجديد من العلاقة بين تركيا والسوريا في ظل اختلاف مقاربتها للملف السوري مع أنقرة ترجمة نانسي قنقر